انطلقت منذ مدة أشغال إعادة وتهيئة وترميم ملعب مصطفى تشاكير بالبوليد سوف تعرف الأرضية إعادة كلية وكذلك تهيئة لمدرجات الملعب خاصة المدرجات التي تم تكسيرها منذ لقاء مارس الفارد هذه العملية انطلقت من أجل إعادة تهيئة لكلية لأرضية الميدان عديد المناطق المتواجدة في الملعب إضافة إلى ذلك فمزالت عملية إعادة الوجهة الخارجية للملعب ومناء المرجح أن يتم إعادتها بالكامل وهذا يخص المنصة الشرفية وهذه الوجهة الخارجية التي من المفروض أن تعطي بعض الجمالية للملعب خاصة عندما تشاهد الملعب من بعيد فهو لا يعطي صورة جميلة وتأتي هذه العملية من أجل استغلال ملعب مصطفى تشاكير في البوليدة في المستقبل من أجل احتضان مباريات الأندية المحلية وكذلك منتخبات الفئات السنية الشابة كمنتخب المحلي وكذلك منتخب أقل من 23 سنة و21 سنة والمنتخب أقل من 17 سنة ومنع المرجح أن يحتضن الملعب كاس إفريقيا التي ستكون لأقل من 17 سنة والتي ستحتضنها الجزائر في مارس من سنة 2023 كان ملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة يعد معقلا للمنتخب الوطني الجزائري منذ قرابة الـ 12 سنة ولكن ومنذ الخسارة التي شهدها المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون تم غلق الملعب وها هو يعرف إعادة تهيئة أو ترميم ليكون جاهز في المستقبل لاحتضان أي منافسات دولية إلى اللقاء